النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخميس الثالث والعشرين من تشرين الثاني نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر البلاد بالتأثر بمنظومة ضغط جوي مرتفع مؤلف مرتفع جويا سطحي متمركز جنوب القوقاز ويؤثر على أجزاء واسعة من تركيا وتصل امتداثه إلى مناطق بلاد الشام يترافق هذا المرتفع الجوي مع مرتفع جويا شبه مدارين علوي يفرضان معا طقسا مشمسا مستقرا دافئا إلى معتدل نهارا وبارد بشكل ملموس ليلا بناء على هذا التحليل توزع الضغوط الجوية في طبقات الجوية فنتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الخميس خريفيا مشمسا إلى غائم جزئيا ومعتدلا على فترات تسجل درجات الحر ارتفاع طفيفا لتلامسها ثماني عشرة درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى خمس درجات مئوية في حين تكون حركة رياح شرقية هادئة عند خمسة كيلومترات في الساعة أجواء الجمعة أيضا خريفية مشمسة مستقرة بإذن الله تعالى ستبقى عند تسعة عشرة درجات مئوية نهارا تصل ليلا إلى خمس درجات مئوية وتبقى الرياح شرقية هادئة عند عشرة كيلومترات في الساعة أيضا أجواء السبت لا جديد على الحالة الجوية حيث تستمر الأجواء خريفية إلا أن الصحب ستنتشر في أجواء المنطقة ليكون التقص بصفة عامة غائما إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة حول سبع عشرة درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى سبع درجات مئوية في حين تبقى الرياح شرقية هادئة عند عشرة كيلومترات في الساعة في التوقعات متوسطة وبعد ما تتوقع منذ الله تعالى يؤثر على المنطقة مخفض جوي سريع مركزه البحر الأسود على أجزاء واسعة من بلاد الشام وذلك خلال ساعات نهار الأحد ليضم حلة مع ساعات نهار الاثنين وتدوم الأجواء مضطربة بعد ذلك خلال أيام الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق طورات حالة الجوية القادمة من أيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر